ملفات عمالية ونفطية عالقة بانتظار الحل بين الأردن ومصر قبل يوم من زيارة قندين للمملكة بعد مرور 45 عاما على تأسيسها الدستور تواجه أزمة مالية وإدارية فاجأت الوسط الصحفي وعباس يطالب المجتمع الدولي بتمكين نازحي مخيم اليرمو من دخول الأراضي الفلسطينية السابعة والنصف في قناة رؤية أهلا بكم إلى نشرة الأخبار أهلا بكم دعت الهيئة المستقلة للانتخاب مفوضي القوائم العامة لحضور القرعة التي ستجرى صباح يوم السبت المقبل اليوم المقرر لبدء الترشح وذلك منعا للاكتظاظ والتداخل بين مفوضي القوائم العامة عند مقر الهيئة وتأتي هذه القرعة بغرض ترتيب تسلسل القوائم العامة في مرحلة الاقتراع حيث ستجرى بمن يحضر أما بقية القوائم التي لم تحضر القرعة فسيتم وضع ترتيبها بالتوالي بحسب وقت توجهها إلى الهيئة وفي سياق متصل يطلق الاتحاد الأوروبي رسميا يوم غد الخميس بعثة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة تلبية لدعوة الهيئة التي وجهتها لعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال لأول مرة منذ الثورة المصرية رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل يزور المملكة غدا الخميس ويلتقي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسون هذه الزيارة سبقها اجتماع حكومي اليوم حضره عن الجانب الأردني وزير العمل الدكتور نضال القطمين والطاقة على البطايلة وعن الجانب المصري وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري والبترول أسامة كمال اجتماع بين وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري ووزير العمل نضال القطمين وآخر بين وزير البترول المصري أسامة كمال ووزير الطاقة علاء البطينة وزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل إلى المملكة بهدف يراه محللون جليا بحل القضيتين المتعثرتين مع الجانب المصري امداد الغاز للمملكة والعمالة المصرية في الأردن الزيارة الرسمية جاءت بعد الانتقادات الملكية للحكومة المصرية وتحميلها مسئولية ارتفاع المديونية في ظل عدم ضخ الغاز للمملكة ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة رغم الوعود المصرية بزيادة كمية الغاز التي يتم ضخها للمملكة ورغم الأنباء التي ترددت حول زيادة الضخ إلى 180 مليون قدم مكعب يوميا إلا أن الحكومة تؤكد أن معدل الضخ على حاله وهو 100 مليون قدم مكعب يوميا أعتقد أن هذه الزيارة عشان تسهل أكثر تعمق وتربط روابط الاتصال بشكل أكثر لتبسيط الإجراءات وتسهلها ليجب أن نتحرك سريعا لإزالة أي ما يمكن أن يعكر صفو هذه العلاقة الطيبة لتستمر دائما نقية قوية مستمرة بيننا وبين الأردن الشقيق القضية الثانية متعلقة بحملة ترحيل للعمالة المصرية التي لا تملك إقامة شرعية في المملكة وقد تلاها اتصالات من الرئيس المصري محمد مرسي بجلالة الملك عبد الله الثاني لكن الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم لم يثمر عن حل فالجانب المصري طالب بتفعيل البروتوكول المتعلق بالعمالة بين البلدين إلا أن مصادر في وزارة العمل أفادت لرؤية أن هذا الموضوع بقي معلقا لحين اتخاذ قرار على مستوى رئيسي للحكومتين إذن لا يزال محورات زيارة الشائكين يحولان دون تفاهم مرجو بين الحكومتين ولهذا تعقد الآمال على زيارة قنديل غدا علها تعيد الملفين العالقين إلى أدراجهما ضمن محاولات الحكومة تطبيق خطة التقشف بغية إنقاذ خزينة الدولة من الديون المتراكمة أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس على البطين أن لا مجال للتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء بالمرحلة المقبلة وعلى القطاعات كافة خاصة بعد أن أصبحت الكهرباء تشكل تحديا كبيرا في ظل حجم دعم يبلغ مليارا ومئتي مليون دينار تقريبا رؤية تجولت في الشارع الأردني لاستطلاع آراء المواطنين حول هذا القرار بالنسبة لرفع الكهرباء الحكومة ترفع علينا أسعار الكهرباء هذا الشيء راح يضر فينا طبعا راح يضرنا كثير بطلع عليه مثلا عشرين دينار راح يصير يطلع عليه ثلاثين دينار أربين دينار خمسين دينار يعني زي ماهو أنت شايف الوضع الغاز والبنزين والغال وقسة الدعم هاي في وقت الكهرباء يعني واحد والله ملاحق مصروف بالمرحة المرة مش ملاحق مصروف يعني الكهرباء ما هي من الله غالية وديمغلوها كمانت شايف الناس بلشت تلجأ لشغلات أكثر كهرباء عشان بنزين غيري والكاز وهاب يعني هيك مظلش مفر يعني قاعدين بحشروا في الناس ومظلش مفر طبعا أنا بقول لا لأنه الش الوضع لأنه ما مششجع ووضع الاقتصادي عندنا تعبان كتير يعني ودخلكوا للكهرباء ولا للسيارة ولا مدارس خاصة وإشي يعني الوضع ما بتحمل يعني أنه يرفع الكهرباء والمية هذا الشيء يعني غلط يعني يعني نتخذنيش في الكلمة العالم قاعدي بتجوع يعني مين دلحق يعني أنا كشاب يعني بمقطب العمري متجوز جديد شيء أكيد يعني هلأ أنتوا رفعتوا عنا كل إعلاء علينا كل إشي فيعني مش عارفين نوفر حتى يعني نوفر الواحد يعمل لحاله شيء مش عارف بدهم يرفعوا الكهرباء ليش يعني نصر نسلق عشان نجيب للكهرباء يعني مثلا إحنا ضد رفع الدعم عن الكهرباء لأنه الناس يعني كل واحد هموا عقدوا رفعوا المحروقات يعني الواحد يتقبلها بصعوبة أما أنه يرفع شغلات ثانية وإحنا ضد القرارها منذ صباح يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من آذار عام سبعة وستين وحتى اليوم اعتاد الأردنيون كل صباح على رؤية صحيفة الدستور ولكن يبدو أن أقدم وأول الصحف الأردنية وبعد مرور خمسة وأربعين عاما على تأسيسها بدأت تواجه مشاكل مالية وإدارية فاجأت الوسط الصحفي تفاصيل أكثر في التقرير التالي ضائقة مالية ومستقبل مجهول للدستور هذه الصحيفة التي بقيت لفترة طويلة تحتضن رأي الآخر واعتبرت نافذة له واستحديث عن عقد صفقة بين مؤسسة الضمان الاجتماعي وصحيفة الدستور لحل هذه الأزمة تردد مبلغ الخمسة ملايين دينار مقابل المبنى والأرض إلا أن جهاد الشرع مدير دائرة دعم المساهمين في الضمان الاجتماعي أكد لنا عدم صحة ما جاء من أخبار وأن أملاك الصحيفة لا تزال ملكا لها والضمان لا يملك من الصحيفة إلا الثلاثين بالمئة المعلنة عنها وأكد أيضا أن استقالة المدير العام للصحيفة سامر لرجوب لا تمت بصلة إلى الموضوع وأن الاستغناء عن عدد من الصحفيين لم يطرح للنقاش في مجلس الإدارة وكانت وجهة نظر المساهمين تختلف عن ذلك في تراجع كبير في الصحافة الورقية أن وجهة نظري واحد من أسبابه الرئيسية وهو وجود الضمان في الصحف المحلية وسيطرتها عليه ونوجهة نظري هذا في الدستور وفي صحف أخرى في زي الرأي برضو عندها نفس المشكلة الضمان بيجي بحكي أنه إحنا ما إلنا علاقة في المحتوى ولكن إحنا استثمارنا مالي في هذه المؤسسات هذا من ناحية نظرية ولكن من ناحية عملية تحكي أنه لا بالأخير أنه أي قرارات تحريرية مردها بالأخير لمجلس الإدارة اللي مسيطر عليه الضمان اللي يدار من قبل الحكومة فبالتالي هذا صار عبع على رؤساء التحرير في الصحف فصار محتوى هذه الصحف يعني بده يرضي الحكومة آخر آخر النهار ماشي الحال ولا يحاكي الشارع ولا يحاكي الصلعات للشارع أضائق التي تعاني منها الدستور تعد موطن اختلاف وتوافق فقد أجمع البعض على أن حالها حال الصحف المطبوعة الأخرى واختلفوا في مستقبلها وسبب ضائقتها عام 2013 وعام التحول الحقيقي في الدستور الدستور مؤسسة وطنية وستخرج من أزمتها في عام 2013 لن تبقى فيها مرحلة الخسائر والتراكمات التي حدثت خلال السنتين الماضيتين أنا أعتقد أن الدستور من مصلحة كل إنسان أردني وكل مواطن وكل صحفي وكل مؤسس وكل إعلامي أن يحافظ على بناء الدستور كجريدة وطنية لها دور في الصحافة الأردنية على مدار 40 عام وما يزيد عن 40 عام لذلك كلنا في الدستور عاملين وإداريين وصحفيين نسعى لأن تكون الدستور في حال التحول الحقيقي العامل المقبل وأعتقد أن المشكلة بالدستور إلا لها جانب إداري ولا جانب مالي أنا أعتقد أن هناك فساد في فساد كما هو موجود في معظم الصحف هذا الفساد بالتراكم الصحف وظفت بما فيها الدستور وظفت لغايات مصلحة فئة ومنفعة فئة من العاملين أو من الإدارات هذه الصحف وبالتالي هذا التراكم انكشف حقيقة عندما عجزت المؤسسات عن تغطية هذا الفساد الموجود أو هذا الهدر الموجود أو هذا الخلل الموجود سواء بالجانب الإداري أو المالي وبالتالي ما كان تستطيع أن تتحمل مزيد من الصبر ومزيد من الاستدانة من البنوك لتغطية احتياجاتها اليومية واحتجالات الشهرية انخفاض سوق الإعلانات وتذبدب أسعار مدخلات الإنتاج وتوالي الأزمات المالية أوصل الدستور لمرحلة بلوغ السيل الزبا الأمر الذي يجعل تساؤلاتنا في هذا الإطار مشروعة منافسة أقل ما توصف بأنها قوية جدا بين الصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية فهل ضائقة الدستور تعتبر خطوة لانهيار مؤسساتنا الصحفية المطبوعة أم أنها مجرد ضائقة مالية وستواجه الازدهار بعدها عبدالله الكفاوين لقناة رؤية زارت جلالة الملكة راني العبدالله اليوم جمعية مار منصور الخيرية والتقت العاملين فيها وعددا من أعضاء مجلس إدارتها كما شاركت جلالتها الأطفال المستفيدين جانبا من أنشطتهم الاحتفالية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويشرف على دار الأطفال في الجمعية راهبات المتخصصات في تربية وتعليم الأطفال وتعمل الجمعية على مساعدة الفقراء وتعليم أولادهم والاهتمام بالعائلات المستورة إضافة إلى إيواء الأطفال المحتاجين ورعاية الأيتام ممن تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام إلى سبعة عشر عاما أزال الجانب الإسرائيلي اليوم عبر عملية تفجير حقول ألغام ضد الدبابات ضمن نشاط اعتيادي في المنطقة الحدودية من الجهة المقابلة لمنطقة دير علا على بعد خمسمائة متر عن الحد الدولي بحسب مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة وقال المصدر إن عملية إزالة وتفجير الألغام تمت صباح اليوم وانتهت عند الساعة الثالثة عصرا موضحا بأنه تم التأكيد على الجانب الإسرائيلي مراعاة استخدام كميات متفجرات مناسبة لهذه الغاية حفاظا على السلامة العامة للمواطنين والتجمعات السكانية القريبة من الموقع مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة ينفي لقناة رؤية ما نشرته صحيفة سعودية عن توزيع كمامات واقية من الأسلحة الكيموية على قواتنا المرابطة على الحدود مع سوريا وأكد المصدر أن الخبر عار عن الصحة مشيرا إلى أنه لم يتم رفع حالة التأهب في صفوف قواتنا المسلحة وأنها تقوم بواجباتها المعتادة على الحدود وكانت صحيفة سعودية قالت إن الجيش الأردني أعلن حالة الطوارئ على الحدود الأردنية السورية وأنه بدأ بتوزيع كمامات على الجنود وعلى صعيد متصل نفى السفير الأمريكي في الأردن ستيورد جونز وجود أي قوات أمريكية على الحدود الأردنية السورية وأوضح جونز أن القوات الأمريكية الموجودة في الأردن هي من باب التعاون بين البلدين في مجال التدريب وأنها ليست قتالية مضيفا أن بلاده أبلغت دمشق أن استخدام السلاح الكيموي خط أحمر وأنه في حال استخدامه فإن الرد سيكون قاسيا وأكد السفير الأمريكي في عمان أن بلاده سترد بقوة في حال وقوع هجوم على الأردن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتمكين اللاجئين الفلسطينيين الذين يحاولون الهرب من القتال في سوريا تمكينهم من دخول الأراضي الفلسطينية وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا دعوته عباس تأتي بالتزامن مع تواصل حركة النزوح الكثيف من مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين إلى أحياء أخرى في دمشق وخارجها وإلى لبنان وكان الطيران الحربي السوري شن غارات جوية على المخيم الذي يقطنه 150 الفلاجئ بعد سيطرة مقاتلين معارضين للنظام على أجزاء كبيرة منه الأونروا من جهتها نشدت كافة الأطراف عدم اللجوء إلى الإجراءات التي تهدد أرواح المدنيين وممتلكاتهم مشيرة إلى أنها تأوي حاليا ما يزيد عن 2600 نازح داخل منشآتها وفي مدارسها التابعة لمنطقة دمشق وما يزال الرقم آخذا في الازدياد بتسارع أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الطائرات الحربية السورية شنت اليوم غارات جوية على حرستة ودارية في ريف دمشق بدورها ذكرت صحيفة الوطن السورية أن الجيش النظامي بدأ منذ يوم الاثنين في اقتحام آخر معقل للمسلحين في دارية موقعا خسائر فادحة في صفوف المتحصنين في الأبنية والأنفاق ضمن منطقة تمت محاصرتها لمدة أسبوع وقطعت عنها جميع الإمدادات من خذاء من ذخائر وعتاد وكان الجيش السوري الفر أعلن أنه سيطر على حي الحجر الأسود جنوبية دمشق وبات على مشارف مركز مدينة حما بعد سيطرته على عدة بلدات وقرى بريف المدينة 15-12-2012 عارضت القناة الثانية الإسرائيلية تقريرا أعده مراسلها الصحفي إيتي إنجل بعد دخوله إلى سوريا لتصوير الأحداث القائمة هناك بمساعدة مسلحين من المعارضة وقال إنجل إن الإسرائيليين لا يمكنهم دخول سوريا عبر المعابر الحدودية العادية لكن الجيش الحر هو من قام بتهريبه إلى الداخر عبر طرق أخرى وأكد إنجل أن الزيارة هدفت إلى معرفة من هم الأشخاص الذين يقاتلون في سوريا والذين من المفترض أن تأول السلطة إليهم بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد مع التجديد بأن الزيارة هدفت أيضا لمعرفة كيف ينظر إلى الإسرائيليين في سوريا المسيحي ما منحكي معه اليهودي ما منحكي إذا يجي لعندي أنا شارون بخلي أنا ضد بشار هو حيني شارون الإسرائيل يشارون الإسرائيلي إذا يجي لعندي وبيخلي أنا يا أبو فادي ضد بشار هو حيني يشار إلى أن تسلل الصحفي الإسرائيلي إلى الداخل السوري هو الثاني من نوعه حيث كان تقريره الأول من مدينة درعة في آذار من العام الحالي أترى من المدينة درعة في آذار من العام الحالي شاليط العساوي تأجلت محاكمته بعد أن انقضى عليه رجال الشرطة الإسرائيليين في قاعة المحكمة وانهالوا عليه بالضرب إثر محاولته السلامة على والدته وقد تم اعتقال العساوي في تموز الماضي بتهمة الدخول إلى الضفة الغربية حيث يحاكم حاليا في محكمتين محكمة عوفر ومحكمة الصلح الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر وقدته دائرة الإحصاء في وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها ومعتقلاتها أربعة آلاف وستمائة أسير فلسطيني ترجمة نانسي قنقر مقابل كل شجرة دمرها الاحتلال سنزرع ألف شجرة كلمات عبر بها الفلسطينيون عن عزمهم على مواصلة بناء ما هدمه الاحتلال وزرع مقتلعه من آلاف الأشجار تحديا لمواصلة بناء جدار الفصل العنصري على امتداد قرية بلعين غرب مدينة رامالله مشروع تخضير فلسطين الدولة يعد انتصارا حقيقيا في معركة دبلوماسية خاضها الفلسطينيون وهي مستمرة إلى ما بعد الجدار المزيد في التقرير التالي هكذا تجمع أهلي قرية بلعين غرب رامالله لتشجير أراضيهم المحررة وإعادة الحياة إليها الإستطان الإسرائيلي واليهود يعني عينهم على شل الأرض يعني هذه يوم من تزرع الزتونة هذه إثبات بوجودنا نحن بالجور بالزرع حين إن شاء الله نبدأ أدل الزرع والله هذه كانت شلها بور يعني أرض عركان وحجار وطلع يعني تغيرتها الكتم معالمها يعني طراب وسناسل وهي من زرع فيها الزتون وزارة الزراعة الفلسطينية أطلقت حملة تشجير فلسطين من منتصف الأرض التي استردها أهالي القرية بعد انتزاعهم قرارا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتغيير مصار الجدار واستعادة 1200 دنوم خلال العام الماضي من أراضي القرية المصادرة فيما بقيت ألف دنوم أخرى خلف الجدار تقام عليها حاليا مستوطنة إسرائيلية الأرض التي لا تزرع تصبح أرض دولة نريد هذا القانون الذي إسرائيل حافظ على كل القوانين التي تمكنها من السيطرة على أراضينا نحن نريد أن نصحب البساط من تحت الاحتلال الإسرائيلي والجولة الاحتلال وأن نعمر أراضينا وأن نزعها أول أشجار زرعة اليوم هنا باسم الشهداء اللي منستذكرهم اللي وقعوا على هذه الأرض باسم وجواهر أبو رحمة للدفاع عن هذه الأرض وإزاحة هذا الجدار هذا الجدار الذي شرع الاحتلال الإسرائيلي ببنائه عام 2005 على أرض بلعين صادر حينها حوالي 58% من إجمال مساحة القرية ومنذ ذلك الوقت أطلق أهالي بلعين فعاليات المقاومة الشعبية التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا ثمانية أعوام مرت على نضال أهالي قرية بلعين من أجل استرجاع أراضيهم التي صادرها جدار الضم والتوسع الإسرائيلي قدموا خلالها شهدين وآلاف الجرحة وهاهم يستكملون مشوارهم النضالي من خلال استصلاح أراضيهم وزراعتها من قرية بلعين غرب رام الله نبل فرسخ قناة رؤيا أكثر من 130 صحفيا ومدونا قتلوا خلال عام 2012 بحسب التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود حيث بيّن التقرير أن هذا العام شهد أعلى عدد قتلى بين الصحفيين والمدونين منذ عام 1995 حيث بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال أداء عملهم منذ مطلع العام الجاري 88 صحفيا فيما بلغ عدد المدونين 47 ولفت التقرير إلى أن الدول التي تعاني من حرب أهلية كسوريا والصومال وباكستان كانت من أكثر الأماكن خطورة على الصحفيين مشيرا إلى أن المكسيك والبرازيل كانتا بنفس مستوى الخطورة لكن بسبب عصابات المخدرات وعصابات الإجرام وذكر التقرير أن معظم الصحفيين المعتقلين هذا العام يقبعون في سجون بتركيا نظرا لارتفاع عدد الاعتقالات منذ ارتفاع حدة النزاع الكردي أما في الصين ففرضت الحكومة رقابة مشددة على وسائل الإعلام قبل انعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم سفن روسية لإجلاء رعاية روسيا من سوريا والرئيس العراقي يستكمل علاجه في ألمانيا المزيد في جولة سريعة حول العالم أكد الفريق الطبي المشرف على علاج الرئيس العراقي جلال طالباني أنه استجاب بطورة جيدة للعلاج بعد إصابته بجلطة دماغية في وقت نقلت فيه وكالات أن الفريق الطبي الألماني لطالباني قرر نقله لألمانيا الخميس لاستكمال العلاج ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن روسيا أرسلت سفن حربية للبحر المتوسط تحسباً لاحتمال إجلاء رعاياها من سوريا وأفادت الوكالة أن مجموعة من خمس سفن من بينها سفينتان هجوميتان وسفينة صهريج وسفينة مرافقة غادرت ميناء في بحر البلطيق في طريقها للبحر المتوسط وقد تبقى هناك لفترة غير محددة رشحت مجلة تايم الإسبوعية الأمريكية عدداً من الساسة والمديرين وبعض المشاهير للقب شخصية العام وكانت المجلة قد أصدرت القائمة النهائية لعدد من المرشحين الذين تم اختيارهم للظهور على غلافها قبل نهاية العام الجاري حيث شملت كل من الرئيس الأمريكي بارك أماما والرئيس المصري محمد مرسي قالت وسائل إعلام مكسيكية إن 11 سجيناً و7 حراس قتلوا في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة هروب جماعية من سجن بشمالي المكسيك وأطلق السجناء النار على حراس الأبراج دون أن يذكر أي مصدر أمني كيف حصل السجناء على الأسلحة النارية بدأ بوركانت نيغوارهوا في الأكوادور بإلقاء الحمام والأدخنة منذ يوم الاثنين الماضي وقال الخبراء إن ثورة هذا البركان في تزايد مستمر مقارنة بنشاطه المسجل في شهر أيلول الماضي وقد أصرت الحكومة تحذيراً للسكان القاتلين في محيط البركان لأغذي الحيطة في حال ازدياد نشاطه وتطوره إلى انفجارات تقذف بالصخور البركانية كاميرا رؤية جالت في شوارع إربد واستمعت هناك إلى آخر أخباركم ابقوا معنا صار حادث الصباح هنا قاعدين مع بني الجامعة كانت قاطعة الشارع وجدت سيارة ضربتها اليوم الصباح عندينا من مشكلة كثير خامة اللي هي مشكلة باصات مجمع الشمالي جامعة يرموك منضر يعني السواقين الباصات بأخرونها ما بيحملوا الشباب أغلب الباص بكون البنات وبنات كلنا زيادة وبنات يعني طبعاً مثل خواتنا ومثل قرائمنا لك ما بقبلها عدم مؤخد على أختون تقعوا في الجامعة أو زي هيك الشباب بتضروا يخط كاسي بتحملوا مبلغ يعني هائد بارح قرأت بواحد من واقع الكترونية إنه عبدالله نسور رئيس الوزراء راح يرجع الهيبي للتوجيه اللي انسلبت قبل فترة آخر خبر استرعز فيه دواء اسمه كولدسين بوخذوه مرضى حمط البحر عبيض متوسط هذا الدواء مفقود من أردن كلياتها حتى بالصدريات الخاصة ما فيش منه بالحكومة ما فيش منه فالمرض هذا إذا كان الماليض يأخذ منه باستمرار وانقطع عنه بصيبه فشل كلاوي الخبر اللي لفت انتباهي إنه قيامة مجموعة من الأشخاص بيسموا حالهم خارجين على القانون أو بمعنى البلطجية بتكسير عدد من محلات بشارع الجامعة يوم أمس حل الكاتب عبد الباري عطوان رئيس تحذير صحيفة القدس العربي اللندنية ضيفا على رؤية في برنامج نبض البلد المقابلة أثارت العديد من ردود الفعل ما بين المواطنين والكتاب والصحفيين الكاتب الصحفي حلمي الأسمر أبدى على صفحته الخاصة على الفيسبوك إعجابه بتصريحات عطوان حيث قال أعجبني جدا رأي الحبيب عبد الباري عطوان بالأمس ونحن نلتهم القدرة الخليلية والدقة الغزاوية في عمان انتصاره لإخوان مصر ونقده للمعارضة مضيفا إن عطوان أكد على أنه يتعين على المعارضة إفساح المجال للرئيس مرسي أن يعمل لمصر بعيدا عن المناكفات التي لا معنى لها وإلى ما يجري في العالم العربي من ثورات وحراكات ومطالبات شعبية بتحقيق الإصلاح والعدل والمساوة فقد عبر الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي في حسابه الخاص على تويتر عن مشهد الحكام العرب في الوقت الحاضر إذ قال في وحول نهاياتهم يغوص كل الطغاة العرب البعض غائص حتى الركبة أو حتى الخسر أو حتى العنق والبعض اختفى والشعب وردة تفكر في الشمس وتعلو احتفلت دولة قطر أمس بالعيد الوطني لها حيث يعتبر هذا اليوم بمثابة عطلة رسمية في البلاد احتفالا بذكرى الاستقلال الصحفي ياسر أبو هلالي هنأ قطرف في حسابه الخاص على تويتر بتغريدة قصيرة جاء فيها مبارك لقطر وشعبها الأصيل العيد الوطني بدوره نشر الإعلامي الأردني في قناة الجزيرة نديم الملاح تغريدة مصورة ظهرت فيها شوارع قطر وهي مزدحمة نتيجة الاحتفالات أمس بالعيد الوطني الملاح النشيط على تويتر كتب في حسابه الخاص الذي يتتبعه أكثر من ألفي شخص قال في زحمة الناس صعبة حالي أزمة الشوارع بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة وإليكم التذكير بأبرز العنوين ملفات عمالية ونفطية عالقة بانتظار الحل بين الأردني ومصر قبل يوم من زيارة قنديل للمبلكة بعد مرور 45 عاما على تأسيسها الدستور تواجه أزمة مالية وإدارية فاجأت الوسط الصحفي وعباس يطالب المجتمع الدولي بتمكين نازحي مخيم اليرموك من دخول الأراضي الفلسطينية تتابعونا بعد قليل حلقة جديدة من برنامج نبض البلد بعنوان الاستثمار مالجديد ضيفاء الحلقة الوزير الأسبق فارس القطارنة ومدير تحرير جريدة الدستور خالد أزبيدي نشكر لكم المتابعة في أمانيلا ترجمة نانسي قنقر